الجنة والنار مخلوقتان من مخلوقات الله تعالى وهما موجودتان ولا شك في ذلك وقد دلت على ذلك نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية ومثال ذلك قول الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله وقول الله تعالى عن نار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وأما من السنة النبوية فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة ولكل منهما منازل ودرجات ولكن قد تتساءل من هو أول من سيدخل الجنة بغير حساب ولماذا؟ لمعرفة إجابات هذه الأسئلة شاهد معنا هذا الفيديو حتى النهاية أول من يدخل الجنة بغير حساب هو أبو بكر السديق على رأس سبعين ألفا من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال صلى الله عليه وسلم إن سبعين ألفا من أمة يدخلون الجنة دون حساب فقال أعربي جالس عند رسول الله ألم تستزد بك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم لقد استزدته قال ماذا أعطاك؟ قال أعطاني مع كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفا فقال الأعربي ألم تسأ؟ فقام عمر فوضع يده على فم الأعربي وقال أسكت يا أعربي فنزع الأعربي يده وقال أسكت يا ابن الخطاب أتعطينا من بيتك أو بيت أبيك؟ يا رسول الله ألم تستزد ربك؟ فضحك صلى الله عليه وسلم وقال استزدته قال ماذا أعطاك؟ قال أعطاني ثلاث حثيات بيده ولا يعرف عطية الكريم إلا الكريم وروى البخاري عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر قلت ثم من؟ قال ثم عمر وروى الإمام أحمد عن أبي جحيفة قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ أبو بكر ثم قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر؟ عمر رضي الله عنه وقال محقق المسند إسناده حسن واتفق أهل السنة والجماعة على أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ويقرون يعني أهل السنة بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار من العقيدة الواسطية وروا ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق ذاود بن صغير قال حدثني كثير بن نواء عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لجبريل حين أسري بي إلى السماء يا جبريل أعلى أمتي حساب قال كل أمتك عليها حساب ما خلى أبا بكر للصديق فإذا كان يوم القيامة قيل له يا أبا بكر ادخل الجنة قال ما أدخل حتى أدخل معي من كان يحبني في الدنيا وكان الصديق رضي الله عنه تاجرا معروفا في قريش ذا علم وعقل مرشدا لقومه محبوبا بينهم جميل المجالسة وكان رضي الله عنه صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طفولته وشبابه قبل الإسلام وبقي على ذلك بعده وعندما نزل الوحي على سيدنا محمد عليه السلام كان الصديق أول من علم بذلك فقد أخبره عليه الصلاة والسلام عن الوحي والإيمان بالله وتوحيده فما كان منه رضي الله عنه إلا أن قال صدقت فما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا منذ طفولته فأسلم رضي الله عنه خاضعا مستسلما لله تعالى وكان أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه وهذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه لا تنسى عزيزي المشاهد لاعجب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيع لنا لنستمر في نشر المزيد من الفيديوهات دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة